السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن ذكر الإسراء والمعراج باعتبارها رافعة للهموم والغموم الإسراء والمعراج حدث ديني عظيم جعله الله تعالى سببا لإزالة الهموم والغموم ولعلنا جميعا أيها الأحبة الكرام نعاني وإياكم من أعداد وأشكال وألوان من المتاعب ومن العموم فالدرفية الراهنة كما تعلمون جميعا مليئة بالمشاكل وملئة بالتحديات بعض الناس عندهم مناع نفسية وهذه الأمور يرونها تمر كغمامة صيف لكن هناك أونس آخرون ربما ضعاف من حيث المناع النفسية فالظروف القاسية التي نمر بها ربما قد تجعل الكثير منا يشعر بالهم والغم والمتاعب فلكم غلاء الأسعار ولكم زلزال تركيا وسوريا ولكم مخلفات الحرب في أوكرانيا وروسيا ولكم مخلفات كورونا والتشنج العصبي الذي صار يطبع العلاقات الاجتماعية كل هذه هموم وغموم ما المخرج منها المخرج أيها الأحبة الكرام هو في التعلق بالله جل جلاله ربما الناس يطرحون سيناريوهات للمخرج إما سيناريوهات اقتصادية وتذبير وقائية وأخرى استباقية وعلاجات نفسية ولكن ما نؤمن به أن البلسم والمخرج والمفتاح هو في التعلق بالله رب العالمين وحده لا شريك له ونحن في خضم هذه الضرفية تصادفنا هذه الذكرى الدينية الغالية ذكرى الإسرائي والمعراج التي تكون في السابع والعشرين من رجب وهي ذكرى عظيمة تخلد لتلك الرحلة الربانية التي انطلق منها نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى أسري به من مكة المكرمة من المجد الحرام إلى المجد الأقصى ثم أعرج به إلى السماوات العلاء وهذه الواقعة هي نحن نستفيد منها في وضعيتنا المعاصرة نحن الآن في القرن الواحد والعشرين في هذه الضرفية التي نعاني منها ممكن إذا استوعبنا هذه الرحلة الربانية سوف نشعر بالكثير من الهدوء والكثير من السلوى والكثير من الثقة بالنفس والثقة فيما عند الله لأن هذه الواقعة إنما وقعت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من الشدائب كان المشركون يرفضون دعوته ربنا أمره بأن يصدع بما يؤمر واصدع بما تؤمر لابد أن يحدث الناس فكان يتلقى العنة ويتلقى الصد والرد من المشركين وكان صلى الله عليه وسلم يتجمى حوله الضعفاء من العبيد والإماء والفقراء وكلهم كانوا يعانون في عنة شديد من الذي كان يأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤازره من جهة زوجته الطاهرة أمنا خديجة من فخو ويلب ومن جهة ثانية كان يؤازره عمه أبو طالب ولكن في هذه السنة التي سوف يقع فيها الإسراء والمعراج سوف يفقد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم زوجته المساندة وعمه الذي كان يؤنسه ويؤازره فضاقت به الأرض ذلك العام كان يسمى بعام الحزن وسيدنا النبي ضاقت به الأرض فأراد أن يغادر يغادر هذه الأرض ما دم أن الوضع سيئة وتزداد من سوء إلى سوء فليغادر أرض الله واسعة فذهب إلى الطائف لكن المشركين من قريش استبقوه وحرضوا عليه سفهاء أهل الطائف فضربوه وقالوا فيه كلاما جارحا حتى إن النبي الكريم بدأ ينزف بالدم وكان يقول يا رب إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك يأوسعني دعاء كبير يلخص مقدار المعاناة التي كان يعانيها النبي صلى الله عليه وسلم فضطر للعودة من الطائف إلى مكة وقد ضاقت به الأرض كان هناك فقر شديد كان لا يوقض في بيت النبي الكريم النار للشهر والشهرين كان يعيش مع أهله على الأسودين التمر والماء ليس عندهم أي شيء فقر وضغوط ماذا يفعل؟ سيدنا النبي بدأ يركز على نقطة واحدة أساسية فأريدكم أيضا أيها الأحبة الكرام يا من تعانون من المشاكل وتعانون من الهموم إما عندكم فقر وإما عندكم ديون وإما عندكم أمراض وإما عندكم خلافات في الأسرة رغبة في الطلاق والانفصام عرى الزوجية وإما مشاكل مع الأبناء وإما مشاكل مع العائلة في تقسيم التاركة وإما 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 ركزوا الطريقة التي ينبغي بها أن نعالج هذه المشاكل وهي فعالة وقوية وهي أننا نتوجه إلى رب الوجود سبحانه وتعالى هذا لا يسمى توكلا هذا يسمى تفويض وأفوض أمري إلى الله فوض أموركم إلى ربكم خلوها على الله وربك سبحانه وتعالى سوف يتدخل هذا ما فعله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ضاقت به الأرض بما رحبت وقالوا فيه كلاما جارحا قالوا كذاب وساحر ومجنون وطالب للدنيا ويستخدم الدين من أجل أن يحصل على امتيازات قالوا فيه كلام كثير حتى ربنا قال وإن لنعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون مدث على هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوقف التفكير التفكير وهذه نصحة إليكم جميعا أيها الأحباب يا من تعانون من المشاكل يا من تعانون من الهموم يا من تعانون من أزمات الدنيا أوقفوا التفكير وتوجهوا بكل خشوع وكل خضوع وكل انكسار إلى رب الوجود إلى من رفع السماء بغير عمد ترونها إلى الله تعالى الذي كاتب على نفسه الرحمة هذا ما فعله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحكي لنا في سنته الطاهرة ما الذي وقع تلك الليلة بينما سيدنا النبي كان يتقلب في فراشه لا يشعر برغم في النوم النوم طار من جفنه وفي لحظة ذهب عنه النوم فإذا به يشعر بأن هناك جبريل قد جاء بجانبه ففتح عينيه فرأى جبريل عليه السلام فأخذ بعضبه جبريل هو هو ملك من ملائكة الرحمن وأنتم أيها الأحباب الكرام لستم وحدكم من كان منكم مظلوم من كان منكم فقير من كان منكم معتدى عليه لا تظن بأنك وحدك لا تظن بأنك وحدك هناك ملائكة الرحمن كتقول ربما أنا ضعيف ما عنديش ناس اللي هميا في السلطة أو في مقامات رفيع يأخذون بيدي لا تحزن الله معك وربنا يبعث ملائكته يكونون معك الملائكة يكونون مع المؤمنين الصادقين المستضعفين الذين دوما يرفعون أكف الضراعة إلى الباري قال جاءني جبريل فأخذ بعضودي فقمت معه فأخذني إلى إلى عتبة باب المسجد المسجد الحرام في مكة المكرمة لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بمحادات البيت الحرام في مكة المكرمة قال فإذا بدابة بيضاء دابة بيضاء غريبة هي أشبه ما بين الحمار والبغل دابة غريبة وهي بيضاء ناصعة البياض بياضها يكد يخطف الأبصار ويقال لها البراق وهي دابة من دواب الجنة هي هذا الدابة تضع حوافرها حيث يصن نظرها نظرها بعيد جدا نظرها بسنوة ضوئية وحافرها يصن مباشرة حيث يصن نظرها فقال له يا محمد اركب فركب في هذا البراق يسير بسرعة البرق فإذا به يصعد فيه ما هي إلا لحظات حتى قطع المسافات الطوال وتجاوز الجزيرة العربية ووصل إلى منطقة الشرق الأوسط ووصل إلى فلسطين ووصل إلى بيت المقدس فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد بأن البراق يحط به في دقيقة في أقل من رمح بصر وصل إلى هذا المكان الطاهر انتقل من مكان طاهر لهو الكعبة المشرفة بالجزيرة العربية بالسعودية انتقل مباشرة إلى بيت المقدس في فلسطين المسجد الأقصى فلما وصل النبي الكريم ونزل من فوق البراق وجد تشكيلة من الفضلاء ينتظرونه من هم هؤلاء الفضلاء تشكيلة من خير خلق الله وجد جماعة من الأنبياء والمرسلين ممن سبقوه في الدعوة الإسلامية وجدهم في انتظاره هذا يسمى موكب الأنبياء موكب النور لأن الأنبياء كلهم لهم دعوة واحدة هي الإسلام جميع الأنبياء لم يدعوا إلى أيل وذكدين واحد في تاريخ البشرية اسمه الإسلام فوجد موكب النور من الأنبياء ينتظرونه وكان من بينهم إبراهيم عليه السلام وسيدنا موسى الكليم وسيدنا عيسى ابن مريم وغيرهم نفار من الأنبياء فسلم عليهم النبي الكريم يراهم رأي العين أحياء أحياء يرزقون فرحين بما أتهم ربهم فدخلوا إلى بيت المقدس بيت المقدس المسجد الأقصى فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بأن يأمهم يأم بهم يصلي بهم فصلى سيدنا محمد النبي الخاتم إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى بكل الأنبياء والمرسلين الذين تعاقبوا على تاريخ البشرية في ذلك المكان الطاهر وهذه الصلاة هي أعظم صلاة تمت في تاريخ الوجود أعظم صلاة في التاريخ هي صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل الأنبياء والمرسلين في هذا المكان الطاهر الذي هو بيت المقدس المسجد الأقصى لما فرغ بذلك جاءه جبريل وقدم إليه إناء فيه قدحين قدح من خمر وقدح من لبن يأخذ ما يشاء سيدنا النبي اختار اللبن ولم يختار الخمر مع أن هناك أديا أخرى وأقوم آخرين عندهم الخمر مباحة لكن سيدنا النبي لما قدم له جبريل هذين القدحين اختار اللبن فتبسم له جبريل وقال الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر لغاوت أمتك فأمتنا الإسلامية هي أمة مهدية من عند الله رغم الظروف التي نمر بها الآن أمة ربما فقيرة ومضعضعة وعندها الكثير من العلات لكن تبقى الأمة الإسلامية هي أمة الفطرة مادم سيدنا النبي اختار اللبن قال له جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر لغاوت أمتك فأمة الإسلام هي دوما في القمة أي نعم تضعف قد يقع لها تفكه وتقهقر ولكن سرعان ما تعود لهذا العلماء الصالحون يقول لنا دايما أدعو مع أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم اجمع شمل أمة محمد اللهم قوي شوكة أمة محمد اللهم انصر دين محمد دائما ندعو بهذا الدعاء وبعد ذلك جاءه جبريل عليه السلام فهذه المرة آتاه بالمعراج الرحلة التي كانت من مكة إلى بيت المقدس كان هناك البراق تلك الدب المسمى بالبراق تسير بسرعة البرق لكن هنا عند بيت المقدس في فلسطين بماذا آتاه آتاه بالمعراج ما هو المعراج هو كما وصفه النبي الكريم لم أرى شيئا قط أحسن منه هو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر المعراج من الغيموت الإنسان أيها من الغيموتوفة رغا أتيه الله تعالى بواحد المعراج هو عبارة عن مصعد حل مصعد لاحظ من منكم صعد مرة إلى إحدى الأبراج الأبراج الكبرى اللي في العواصم العالمية قد لقى البرج فيه ربما ستين سبعين ثمانين طبق وكد صعد في ذاك المصعد وكد شوح السرعة كبيرة يعرج بك يصعد هكذا هو المعراج لكنه ليس كصنع البشر هذا من صنع رب البشر قال فأصعدني إليه جبريل حتى إذا بصرت بقوة بسرعة لا يعلمها سوى من خلقها فوصلت مباشرة إلى أول أبواب السماء تجاوز سيدنا النبي الغلاف الجوي وخرج من الكوكب الأرضي ثم خرج من المجموعة الشمسية اللي فيها تقرب 12 كوكب فيها أمنا الشمس ثم خرج من درب تبانا اللي فيها مئات الآلاف من الكواكب أكبر من أرضنا ثم خرج من ملكوت ملكوت عظيم إلى أن وصل إلى أين إلى أول باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة وعليه ملك من الملائكة فاستفتح فقيل من هذا فقال جبريل أنا جبريل ومعي محمد فقالوا أرسل إليه قالوا نعم فقالوا مرحبا به فلما دخل النبي الكريم وجد أبونا آدم عليه السلام أبونا آدم هو أول خلق من خلق الله لما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبيه تصور لما يقع اللقاء بينك وبين أبيك الأول آدم عليه السلام سيبنا النبي سلم عليه بحرارة ورد عليه آدم بحرارة وبدأ يقول مرحبا بالإبن صالح مرحبا بالنبي صالح مرحبا بك مرحبا بك يرحب أبونا آدم لما رأى بأن بدريته لما مرت ملايين سنين ها هو النبي الخاتم بين يديه من دريته فريحا وسعد آدم عليه السلام ثم صعد جبريل بالنبي الكريم إلى السماء الثانية فإذا به يرى نبيين عظيمين هما عيسى ابن مريم ويحيى عليه السلام وكان أبناء خالة لأن عيسى هو ابن خالة يحيى كلاهما كان في وقت واحد فلما رأوه رحبا به وسلم عليه وقالوا مرحبا بالأخ الصالح مرحبا بالنبي الصالح وكان لقاء كل كل حنان ورحمة ثم أوتي به فصعد للسماء الثالثة هذلك سيئنا النبي سيفاجأ وجد مخلوق جميل غاية في الجمال كأنه القمر ليلة البدر من بعيد النور حوله فقال يجب من هذا قال تقدم هذا أخوك يوسف نبي الله يوسف إلا يعقوب فتقدم النبي الكريم ورأى جمال يوسف ولكن يوسف رأى جمالا أعظم من جماله وهو جمال سيئنا محمد لأن سيئنا محمد كان أجمل من يوسف لكن الله تعالى أخفى أخفى جماله عن الأنظار حتى لا يفتتن به الناس كما فتنوا بيوسف فسلم عليه وقال مرحبا مرحبا بالأخ الصالح مرحبا بالنبي الصالح ثم صعد بالنبي الكريم من السماء الرابعة فإذا براجل وقور يجلس وعليه علامة الجلال قال يا جبريل من هذا؟ قال هذا نبي الله إدريس سيئنا إدريس كان رفعه الله إليه وقع لهما وقع لسيئنا عيسى لم يموت بل رفعه الله إليه وكان عند الله علي إدريس عليه السلام كان خياطا وكان يغرس الإبرة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثم يغرس الإبرة كان لا يفتر عن ذكر الله ثم صعد النبي الكريم إلى السماء الخامسة فاستفتح فوجد فيها رجلا كهلا أبيض الرأس واللحية فقال يا جبريل من هذا؟ قال هذا هارون ابن عمران هارون الذي اختاره أخوه موسى ليكون نبيا ومؤازرا فسلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم لما وصل إلى السماء السادسة استفتح فإذا به يجد رجلا عظيم المقام له الاحترام والتقدير قال من هذا؟ قال هذا أخوك موسى موسى بن عمران الذي بعته الله إلى بني إسرائيل فسلم عليه بحرارة وقال موسى مرحبا بالأخ الصالح مرحبا بالنبي الصالح وكان بينه مترحاب فلما تجاوزه بدأ موسى يبكي يبكي رجع إليه جبريل قال له يا موسى لما البكاء؟ قال أبكي لأن غلاما بعيث من بعدي سيدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي أمة سيدنا موسى هم اليهود عددهم الآن حوالي تقريبا سمعة ملايين اليهود الآن في العالم حوالي سمعة ملايين أمة لا إله إلا الله عددها يزيد عن مليار ونصف المليار أمة لا إله إلا الله فقال بأبكي لأن غلاما بعيث من بعدي سيدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي ثم صعد بالنبي الكريم للسماء السابعة وهناك وجد رجلا عظيم المقام يجلس على كرسي بجانب البيت المعمور هذا مقام رفيع البيت المعمور البيت المعمور هو الذي هو مثل الكعبة المشرفة في السماء وذلك الكعبة المشرفة في السماء يطف حولها المصلون والمعتمرون والحجاج والعاكفون يطفون حولها كل يوم والبيت المعمور هو مثل الكعبة المشرفة في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطفون حوله ثم يدخلون إليه ويخرجون ولا يعودون أبدا كل يوم منذ أن خلق الله الخليقة سبعون ألف ملك من عنده قدر على الحساب فليحسب عدد سنين الوجود ملايين بل ملايير السنين الضوئية كل يوم سبعون ألف ملك كم عند الملائكة لا يعد ولا يحصى فقال من هذا الرجل الغريب فقال جبريل هذا أبوك خليل الله إبراهيم عليه السلام قال إنه يشبهني سورة إبراهيم الخليل تشبه سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن تجاوز البيت المعمور يعني خرجنا من الملكوت الدنيوي هناك الملك والملكوت نحن الآن نتكلم عن عالم الملكوت عالم الملك هو اللي كنتشوفهنا الآن كعفو العلماء دي الكواكيم والنجوم كيحسبوا السنواء الضوئية هذا عالم الملك هذا عبارة عن ذرة في صحراء قاحلة أما عالم الملكوت لا يعلمه إلا الله والله أكبر وصل سيدنا النبي إلى مقام أعلى إلى سدرة المنتهى هذا مقام رفيع وهنا سيدنا النبي لما سوف يصل بدأ يقطع مقاما بعد مقام وحجابا بعد حجاب حتى انتهى إلى مقام عظيم فتوقف جبريل توقف لا يستطيع أن يزيد قال يا جبريل أنت أنت أستاذي أنت آمين الوحي أنت معلمي لماذا توقفت هيا قال الله يا محمد لكل مننا له مقام معلوم يا محمد أنا ما وصلت أبدا إلى هذا المقام إلا الليلة بسبب وجودك معك فأنا تشرفت بوجودك معي فهذا المقام لم أصل إليه قط في حياتي ولكن لما كنت رفيقا لك ربنا عز وجل أكرمني فوصلت إلى هذا المقام فلكل لنا مقام معلوم يا محمد لو دونوت قيد أنم له لا احترقت لا يمكن لو تقدمت قيد أنم له لا احترقت ولكن أنت يا محمد إذا تقدمت احترقت سوف تخترق الحجب وسوف تصل إلى مقام أعظم من البيت المعمور ومن سدرة الملتها قال لي أي مقام هذا قال لي مقام قاب قوسين أو أدنى هذا مقام قاب قوسين أو أدنى هذا مقام الحضرة الإلهية الحضرة الإلهية أنا لا أستطيع يا محمد أن أصل أنا مجرد ملك مأمور وأنت نبي مغمور فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمضي وحده قال حتى تجاوزت سبعين ألف حجاب وبين كل حجاب وحجاب مسيرة خمسمائة سنة وكان يسير فوق البوراق فتوقف البوراق عن المسير لم يستطع حتى البوراق أن يسير فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر له رفرف ورأى أنوار أنوار عظيمة جليلة وقد وصل قرب العرش وهنا أوشك أن يصل ترقى ترقى حتى أوشك أن يصل إلى منزلة قاب قوسين أو أدنى كما قال الله تعالى ثم دنى أي دنى محمد إلى ربه تعالى ثم دنى فتدلى وصل إلى هذا المقام العظيم وهنا ربنا عز وجل سيخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرى نوعا آخر من الملائكة العظام سيقدمون له التحية قالوا له التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلاوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وكل ملك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قال الملائكة جميعهم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد بهذه التحية استقبل الملائكة العظام وصول سيدنا محمد إلى مقام الحضرة الإلهية أنذاك ربنا عز وجل سوف يخاطب نبيه سيدنا محمد والعلماء قالوا قد رآه رأى الله تعالى لما سئل النبي الكريم هل رأيت ربك قال نعم رأيت نور على نور وفي رواية قال هو نور أن لي أن أراه نور على نور ربنا عز وجل سوف يوحي إليه من القرآن أوحى إليه خواتيم البقرة بدءا من قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخر الآيات وبعد أن أوحى الله تعالى لنبيه مباشرة بدون واسطة جبريل خواتيم البقرة وإن شاء الله سوف نتعرف عنه نقوم بتفسير تفسير هذه الآيات للآيات البينات من خواتيم البقرة ونعرف فضلها وأسرارها ستزيدكم قوة أيها الأحباب تزيدكم نورا وإيمانا ويقينا وصلابة في الدين ثم بعد ذلك ربك عز وجل سيفرض على سيدنا النبي الصلاة فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة وقبلها النبي بكل أريحية لكن لما رجع سيلتقي بسيدنا موسى بن عمران وسيقول إن الصلاة تقيل على أمتك وأمتك ضعيفة قال اسألني أنا قد جربت مع بني إسرائيل فوجدت صعوبة كبيرة ارجع إلى ربك والتمس منه أن يجعلها فقط أقل من ذلك فبقي النبي الكريم يصعد إلى ربه ويطلب منه التخفيف على الأمة إلى أن قال له الله عز وجل سأجعل خمس صلاوات في اليوم والليلة وسنجعل بإذن الله تعالى بهذه الخمس خمسين صلاة هذه الأمور سوف نفصل في حلقة مقبلة اليوم أن نقوم عن إسراء والمعراج لأن ما زال عندنا الذكرة تستمر غدا إن شاء الله وبعد غد غدا إن شاء الله سوف نقول فيها تفسير هذه الآيات خواتيم البقرة بالتفصيل وبعد غدين الجمعة صباحا سوف نتخل المفاشة الله على الحوار بين ربك عز وجل وبين نبيه المصطفى حول فرض الصلاة هذا الكلام طويل جدا وبعد أن فرغ النبي الكريم من كل هذا سوف يرى أشياء كثيرة في هذه الرحلة ماذا رأى؟ من الأمور التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وزدته إيمانا ويقينة؟ أنه لما كان راجعا سمع في مقام معين صريف الأقلام وأعجب بذلك فقال يا جبريل ما هذه الأقلام التي يسمع صريفها؟ قال هذه الملائكة تنسخ في الصحف من اللوح المحفوظ أن الإنسان عنده قدر فإذا فعل أعمال صالحة من دعاء أو استغفار فإن الله يغير له القدر يمحو الله ما يشاء ويثبث وعنده أم الكتاب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في جولة سريعة سيأخذه الله تعالى إلى مقام الجنة سيرى الجنة فرأى الجنة عظيمة هي في مقام فوق السماوات السبع فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ورأى مما رأى رأى الناس في الجنة رأهم يزرعون ويحصدون في نفس اليوم يزرع في الصباح ويحصد في المساء خير كثير فقال يجب من هؤلاء قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله والذين يعلون كلمة الله كل من يعلي كلمة الله في الدنيا ربك يجعل له رزقا وفيرا في الجنة رأهم بصورة قوم يزرعون ويحصدون في نفس اليوم ثم مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشاهد أخرى في النار والعياد بالله رأى النار وهي مليئة بأناس غرباء وفي مقدمتهم رأى إنسان متنحي عن الطريق سورته مخيفة قال من هذا؟ قال هذا إبليس هذا هو الذي يأخذ بالناس إلى المزالق ثم رأى امرأة عجوزا شمطاء بجانب إبليس قال من هذه؟ قال هذه الدنيا هي زوجة إبليس فرأىها النبي بصورة مخيفة جدا ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع في النار وجل الصور كثيرة من بينهم رأى أناس تقرض ألسنتهم بمقارد من النار يعدمون من خلال لسان لسان فقال يجب من هؤلاء قال هؤلاء خطباء الفتنة هؤلاء الذين يؤججون الفتن بين الناس يستخدمون طاقة اللسان عوض أن يجعلوا في طاعة الله وفي توطيد أواصر المحبة بين الخلق فهم يقيمون الفتن والعداوات والبغضاء قال هؤلاء خطباء الفتنة ورأى كذلك أناس تردخوا رؤوسا على الأرض تردخوا على الأرض فقال من هؤلاء قال هؤلاء تاركوا الصلاة كانت رؤوسهم تتعقل عن تأذية هذه الفارضة ثم رأى أناس يأكلون ويصرحون كالأنعام وهم بدون لباس عورتهم تظهر قال من هؤلاء قال هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة يجمعون الأموال ولا يؤدون زكاتها ثم رأى قوما آخرين لهم مطون منتفخة كالإبل ويشعون بالعطش الشديد يبحثون عن نقطة من الماء عطش وهم كالإبل مطون منتفخة قال من هؤلاء قال هؤلاء أكلت الربا ثم رأى أناس آخرين يقدموا إليهم لحم طيب يتركونه ويتنفسون على لحم منتن لحم خبيت يأخذونه ويتركون اللحم الجيد قال من هؤلاء قال هؤلاء الزنات يتركوا زوجته على سنة الله ورسوله ويبحث عن نساء أخريات محرمات عليه ثم رأى أناس آخرين يشربون شربا غريبا قيحا من الصديد قيحا قال من هؤلاء قال هؤلاء شاربوا الخمر ثم رأى آخرين يخدشون وجهه مصدر بأطفال نحاسية يخدش وجهه وصدره بأطفال من هؤلاء قال هؤلاء الذين يمشون بين الناس بالغيبة والنميمة ثم رأى نساء معلقات من تذهيهم قال يا جبريل هذا عذاب أليم من التدليم معلقات من هؤلاء قال هؤلاء النساء التي أدخلنا رجالا إلى بيوتهم وشاركوا مع أزواجهم أولادهم والعياد بالله كلام مخيف نريد أن نتجاوزه لأن أصحاب القلوب ضعيفة لن تتحمل هذا المشهد بعد ذلك سوف يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى من هذه الرحلة المباركة إلى مكة المكرمة وهناك سوف يبلغ هذا الأمر سوف يبلغه للمشركين من أهل قريش طبعا لن يصدقوا هذا بل حتى أن بعض المسلمين الذين أسلموا وكان في قلوبهم مرض سعروا بنوع من الردة بل ارتد بعضهم عن الإسلام كما قال الله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وهنا ربنا سبحانه وتعالى سوف ينزل سوف ينزل قرآن عظيم أنزل مخلدا لذكر الإسراء والمعراج سورتين عظيمتين أنزل سورة الإسراء في قوله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فكان حديث عن بيت الحرام وعن المسجد الأقصى وأن هذا الإسراء وقع ليس فقط بالروح دون الجسد أو مناما أو يقضة بل وقع بكامل القوى العقلية سيد النبي وهو يقض لذلك ربنا قال سبحان الأسرى بعبده بعبده يعني بكل فكره وكيانه وحضوره لنوريه من آياتنا هي رؤى حقيقية ليست ما نمات هي رؤية بالعين المجردة رأى النبي الكريم كل شيء ولما قالوا السميع البصير يعني ما رأاه النبي الكريم رأاه بمصاره فعلا بمصاره ليس بمصيرته وسمعه بسمعه ليس بخياله ثم خلد الله تعالى ذكر المعراج في سورة النجم لما قال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هنا الوحي خواتم البقرة فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من الآيات الكبرى لله ليتبت به قلوب المؤمنين نحن الآن أيها الأحباب الكرام في عصرنا هذا قد يقول قائل وما شأننا نحن وهذه المعجزة الخالدة الإسراء المعرج فيما تفيدنا ونحن في هذه الضرفية عندنا تحديات أخرى عندنا مشاكل أخرى مشكل غلاء المعيشة مشكل التوظيف مشكل الشغل مشكل الصحة مشكل العجز في المديونية الخارجية مشكل مشاكل كبرى التعند الخارجي بالعكس نحن لما نقف عند هذه المعجزة للإسراء والمعرج سوف نشعر بقوة الإيمان وقوة اليقين والثقة في جلال الله وبالتالي يسمع عندنا قدرة للتحدي تحدي كل العقبات وتحدي كل الصعاب عندنا الحافز الإيماني القوي فهذه المعهزة الإسراء والمعرج فيها ضعوس وعبر نحن في أمس الحاجة إليها الآن ومن بينها هو حسن التوكل على الله نتوكل الله أي نعم نأخذ بالأسباب لا بد أن نأخذ بالأسباب ولسنا في حاجة إلى أن نوصي الناس أن يأخذوا بالأسباب لأن الناس كلهم يأخذوا بالأسباب لكن ما يغيب علينا هو حسن التوكل على الله عز وجل ثم نترقب الفرج عند كل شدة لا بد أن نترقب الفرج إذا كان هناك شدة إذا كان هناك غلاء في الأسعار إذا كان هناك مشاكل في الحياة الاجتماعية في الأسر في العلاقات من العائلات لا بد أن نترقب الفرج الفرج قريب لأن المحن تتبعها الملح أي محن عندك الآن انتظر بأن بعدها اصبر اصبر قليلا واسترجع قل إن لله وإن إليه راجعون وسوف يتولد عن هذه المحنة منح رباني هذا قانون لا بد أن يأتيك العطاء والكرم الإلهي ثم نلاحظ أيها الأحباب الكرام هذه الإسراء والمعراج فيها رحلة روحية تعيد الوصال بين الإنسان وربه وتطوي فواصل البعد بينهم هناك الله وهناك العبد الإله إله والعبد وعبد ولكن هناك صلة وصال بين الخالق والمخلوق فلا بد أن نقوي هذه الصلة بين ربنا عز وجل هذه القوة تعطيك القدرة على تحمل المشاق وتعطيك المدد على إيجاد الحلول لكل المشاكل لاحظوا بأن في الإسراء والمعراج فردت الصلة فلهذا المؤمن بغير صلة إيمانه ناقص وناقص جدا جدا الصلة هي عنوان المؤمن لا بد أن نحافظ عليها بها نقوي الوصال بيننا وبين ربنا نلاحظ كذلك في الإسراء والمعراج ما نسمع الآن عن الحوار بين الحضارات والحوار بين الديانات بعوض أن نسمع الصدام هناك بعض المثقفين يتكلمون عن صدام الحضارات وصدام الثقافات لا بد أن يقع هناك حروب وضمار لكي نصل إلى التوازن هذا خطأ الإسراء والمعراج يعطينا أن الأديان كلهم سواء لا فرق بين هذا وذاك أصول الديانات واحدة والنبي الكريم سوف يصلي بكل الأنبياء صلى بإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب وكل الأنبياء يعني الكلام عن الحوار بين الديانات الصلاة وواقعة الإسراء والمعراج ثم نلاحظ ذلك الحوار الذي كيدا بين نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ونبي اليهود موسى عليه السلام لاحظوا ذلك الحوار فيه دليل على الإخاء ودليل على المحبة والسلام سيدنا موسى ينصح ينصح سيدنا محمد وسيدنا محمد يأخذ بنصيحته وينهب إلى ربه ويقول يا رب خفف عن أمتي ويخفف الله ويرجع ويقول موسى عليه السلام يا محمد أمتك ضعيفة لا تتحمل خمس صلاة فصلاة أربعين ثم تلاتين ثم عشرين ثم عشرة ثم خمس صلاوات حوار بين نبي الله موسى نبي اليهود ونبي محمد بما يدل على الإخاء والمحبة في السماء ثم كذلك نلاحظ أن جميع الأنبياء والمرسلين عندهم رسالة واحدة ربنا قال قولوا آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون هذا والإسلام الحقيقي الجامع لكل الأديان ما يسمى بموكب النور جميع الأنبياء والمرسلين هم واحدة خاتمهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم نلاحظ أيها الأحباب الكرام ذلك الرباط الوثيق ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى لماذا ربنا أوحى فجعل جعل الإسراء من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى فهذا دليل على القوة التي تربط ما بين المسجدين العظيمين وعلى قيمة المسجد في حياة المسلمين المسلمون ممكن أن عندما مؤشر نعلم البلد هل هو في الطريق الصحيح أم لا وهو مدى عناية المسلمين بالمساجد وتعميرهم للمساجد وفي إشارة أيضا بأن المجد الأقصى هو سيظل جذوره راصخة في قلوب المؤمنين وفي ضبائرهم فالأقصى جزء لا يتجزأ أبدا من المقدسة الإسلامية وكلما حلت ذكرى الإسراء والمعراج نستحضر الأقصى ونستحضر بيت المقدس في فلسطين وربنا عز وجل قال سبحانه الذي أسرى بعمله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله بارقنا حوله هذا مجد فيه البركة وفيه الخير وفيه الرحمة فنحن أيها الأحباب الكرام علينا أن نستحضر هذه الذكرى ونعلم بأن سيدنا النبي لما عاد من هذه الذكرى هذا الحدث فكان قويا في إيمانه تزيده إيمان ويقيم وعلينا أن نعلم بأنه إذا كنا نواجه مشاكل أو هموم أو صعوبات فإن الله تعالى سيأتي بالفرج قريبا ذكرى الإسراء والمعراج هي مفتاح للفرج الدعاء فيها فيها مقبول عند الله تعالى وإن شاء الله في حلقة الغد سوف نتكلم عن أسرار في هذه الرحلة المباركة مما نستمد منها القوة لمواجهة مشاكلنا الحياتية أزمة المال أزمة الفقر أزمة المرض أزمة الخلافات العائلية أزمة كل هذا والله وبالله وتالله أقسم وغير حانتين إلى هذا الخير ربنا أعطاه لنا حتى لا نشعر بأننا في متاهة نحن الحمد لله عندنا بوصلة تأخذنا إلى طريق الحق عن طريق الاستمداد من عظمة الله فاللهم يا ربي يا كريم نسألك أن تبارك للأمة الإسلامية والعربية هذه الذكرى العطرة اللهم أعيد علينا أعواما عديدة اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية اللهم يا ربي يا كريم وأدم علينا نعمة الرحاء ونعمة الخير وعلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ونسأل الله تعالى أن يحفظ وطدن الغالي ويحفظ جميع البلاد العربية والإسلامية بالسبع البتان والقران العظيم وينعم علينا جميعا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء وقوة الإيمان قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله كيف حال?! خنوة الإيمان إليego هذه